السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وخواتي متتبعي قناة فنوانتيك في هذا الشريط الحصري موضوع إخواني هذا الشريط هو دردشة عامة يعني دردشة حول الأنتيك و كل ما هو قديم ولو قيمة رمزية أو قيمة مادية ولكن للأسف يصعب على الكثير يعني التعرف على هذه الأشياء هل هي يعني حقيقة هل لديها قيمة لأننا نجد الكثير من المجوهرات ومن الأواني الفضية ومن الأحجار كذلك في الأسواق وفي محلات يعني بيع هذه الأشياء ولكن لا نعرف هل هي قيمة أم فقط يعني مصنعة أو من البلاستيك أو وهنا يا إخواتي دائما أؤكد على أن أولا وقبل كل شيء قبل يعني الدهب قبل أن نمشي مثلا لهذه المحلات أو الأسواق من أجل البحث عن هذه التحف أولا يجب يعني أن نتعلم قبل نتعلم ويعني ونسأل ونبحث في الحمد لله الآن يعني وسائل التواصل الاجتماعي و يعني ومحركات البحث في مثلا جوجل أو ده يعني المعلومة يجب أن نبحث عن المعلومة أولا يعني ونكتسب خبرة وهذا ما أؤكد عليه دائما يعني نعرف الدمغة دي الفضاء نعرف الأنواع دي الأحجر الكريمة وكل نوع يعني وبما دي تميز لكتفة ديالو نعرف كذلك لا تفريق بين الدماغات دماغات الفضاء فقط يعني غيمة طلية يعني مشللة بالفضاء وشي مثلا فقط نتجه إلى الأسواق ونشتري كل يعني أي مثلا أي ملعقة بنت لنا مثلا شي مع علقة سوداء أو يعني كحلا ونشروها ونحن لا نعرف يعني هذه أشياء حقيقة يعني كثير من الأصدقاء يسألونني ويراسلونني يعني تعصف طلية كمثلا قولوا بالدرجة يعني تعصف طلية أواني ليست لها قيمة أواني مثلا غموش بالفضاء أو يعني أواني قديمة يعني من الحديد بيعتقدون أن لها قيمة هذه الأشياء يعني كإنسان أراد أن يتجه في هذا المجال يجب علي البحث والتعلوم هذه الأشياء مهمة إخواني يعني بكل صدق ومحبة يعني أريد أن أتشاركها معكم ولكن الحمد لله فرص كثيرة أنا أؤكد على هذه المسألة فرص للعثور على أشياء لا قيمة كبيرة سواء كانت قيمة مادية يعني يمكن الإنسان يتجي نحو الأسواق الأسواق الشعبية الحمد لله موجودة في المغرب وخارج المغرب وفرص يعني العثور على على تحف تحف يعني لا قيمة مادية كبيرة مثلا تحف من الفضاء تحف من يعني من معاد نفيسة من الدهام من أحجار كذلك الأحجار الكريمة هناك فرص يعني الإنسان أنه يعثر على هذه الأشياء إن شاء الله يعني ويستفيد منها يعني ببيعها بثمن مناسب جدا وقد يشتريها بثمن رخيص هنا يعني يستحضر التجربة فالتجربة هي التي تعطي هذا التمييز ويعني نحن دائما نقولها ويعني نقولها ونعودها يعني القناة نحن الإشارة غير الأصدقاء جزاكم الله خير يعني اهتي لما ما جاوبتكم مش فيعني هو مسألة وقت فقط يعني مسألة وقت يعني إن شاء الله أي صديق أرسل أي سؤال يعني يجن جاوبه بكل فرح وصرور يعني وكذلك يعني لا أنسى يعني أن أشكر الأصدقاء المنخرطين الجدود الذين وضعوا التقى في هذه القناة متواضعة فيعني مرحبا بكم إخواني أخواتي يعني الحمد لله نحن الآن يعني على مقربة من يعني الأجواء الصيفية يعني الجو إن شاء الله سوف يكون جميل يعني وال يعني الأسواق سوف تفتح الإنسان يدير يدير زيارات الأسواق الشعبية يبحث الخير موجود إن شاء الله الخير موجود إنسان تقول لك أن الناس دابا ولو تفهموا بزاف هذا شي در أنت يقول عبر يعني هذه المواقع أو هذه القنوات التي توجد في اليوتيوب يعني المعلومة دابا موجودة ورغم يعني يقولون ما بقنا تلقى وهذا تحاف وهذا يا أخي يا مسألات مسألة أرزاق يعني المعلومة هي فقط سبب المعلومة يا أخي هي سبب ولكن الأرزاق هي متفرقة هي الرزق بيد الله أوكدوها ويعني أوكدوها مرة أخرى إنساني توكل الله سبحانه وتعالى أن يبحث ويزيد إغني المكتسبة ديالو وغني تجربة ديالو والخير الحمد لله موجود أسواق مليئة يعني بالسلاع المختلفة هناك الفضيات النحاسيات هناك المجوهرات هناك يعني اللوحات الشكيلية القديمة يعني الإنسان كما يقال دا عليم تشيئا غابت عنك أشيئا فقد تجد مثلا يعني محترف يبحث عن لوحة الشكيلية ولكنه يعني قد لا يعرف في مجال الفضيات أو قد تجد مثلا شخص يعرف في مجال الفضيات ولا يعرف في مجال الأحجار الكريمة ويمسألة يعني مرتبطة بالأرزاق الإنسان الحمد لله تكر على الله ويبحث ويقلب الخير موجود بإذن الله يعني وهذه يعني مجموعة من أصدقائي مجموعة من المجهرات والحلي التي قد اشتريتها يعني في الأسواق أسواق الشعبية يعني منها ما هو من العاج يعني ومنها ما هو من العقيق العقيق اليمني يعني ومنها يعني يعني من أواني فضية فضة خالصة متنوعة ومنها يعني ما هو فضة فقط مشللة لكن جميلة منها كذلك يعني ما هو من قرن وحيد لقرن الخارتيت مثلا عين النمير كذلك هنا أصدقائي يعني المرجان الأبيض كل هذه الأشياء الحمد الله يعني توجد في الأسواق الشعبية وفقط يعني على الإنسان أن يتسلح بالخبرة والمعلومة فقد يعثر عليها ويشتريها بأثمنة يعني مناسبة جدا وقد يعني يبيعها مرة أخرى بأثمنة يعني مقبولة يستفيد منها يعني إخواني إخواتي كان يعني هذا الشريط يعني دردش عام حول يعني هذا المجال مجال الأنتيك يعني لا أنسى يعني أن يعني أن تتركوا لي يعني بعض تعليقات حول ورأيكم حول القناة قناة فن وأنتيك يعني مثلا المواضيع أو الأشريط أو أي شيء تريدون أن أتحدث عليه مجددا أو نندروا عليه واحد الشريط حول دائما الفن والأنتيك فمرحبا يعني أفكار دلكم والأراء دلكم إخواني إخواتي فتحياتي لكم ولجميع الإخوان والأخوات وإن شاء الله إلى موضوع قريب تقبلوا مني أحر أسمع عبارة محبة والإحترام لكم مع السلامة إخواني إخواتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر